زيوك يا شباب أهلا بكم هنكمل إن شاء الله النهاردة شابتر ثلاثة الخاص بالأدسوبشن آيزو سيرم في منهج السيرفيس كيميستري المفروض إن احنا في المخاضرة اللي فاتت اتكلمنا عن يعني إيه أدسوبشن آيزو سيرم وأخدنا المنحنيات بتاعته ياريت المذاكرهاش يروح يشوفها الأول عشان يقدر يتابع الكلام اللي احنا هنقوله واتكلمنا عن معادلة فريندلش النهاردة هنبدأ نتكلم عن معادلة لانجماير وبعد كده هناخد معادلة اسمها بي اي تي النهاردة الشغل بتاعنا في معادلة لانجماير طبعا هي أحدث من معادلة فريندلش هنعرف برضو الطبقة ازاي والعيوب بتاعتها والمسايا بتاعتها والشكل البياني واستنتاجها المرات دي في عندي باقي استنتاج شوية أطول من المعادلة الخاصة بفريندلش الشغل بتاعنا النهاردة احنا بنسميه لانجماير نسبة الى عملية الازوربشن ايزو سيرم زي ما كنا متفقين قبل كده وبرضو هو بيتشابه مع فريندلش في ان هو اشتغل على طيب وان ادزوربشن احنا اتفقنا ان احنا في عندنا خمس انواع من المنحنيات الخاصة بالازوربشن هو برضو شرح منحنة رقم واحد اللي هو كان بتكلم ان انا في عندي مونولير واحدة عشان يقدر يثبت الكلام اللي هو عايز يعمله في النظرية زي ما قولنا ان اي حد بحاول يثبت العوامل اللي بتتغير فهو كان شغال على وجود وان ليور بس من الجزائيات بنقول ان احنا فريندلش بدأ يوصف الريليشن الاولية هتلاقي مكتوب لك كده في البديل افنا وبدأ يتكلم عن الامبريكال ريليشن ما بين الاما وانت اتزوربت زي ما اتفقنا وي البرشور لكن لانجيماير بدأ يحول الموضوع ان هو يوصل الى اسيومشن او فروض بقى واتنتاجات مش مجرد بس عملية نظرية زي اللي عملها فريندلش لو تفتكروا كانت من ضمن العيوب صادفة فريندلش ان هو كانت المعادلة ملهاش اي اساس هو مجرد ان هو طلع المعادلة مرة واحدة وقال ان انا عندي اكس على ام بيساوي كذا كذا الكلام اللي كان عيله فهنبتدي دلوقتي اول عنوان عندنا ان احنا في عندنا خمس فروض لمعادلة لانجيماير خلينا كده نتكلم الاول عن ايه هي الفروض اللي حطها لانجيماير اول واحدة ان الاتسوربشن is always monolayer هو فرض كده من البداية ان انا دايما الاتسوربشن او غالبا هيكون monolayer طبقة واحدة طبعا لا هو بيحصل طبقات كتيرة بس خلينا مقتنعين دايما باستمرار ان الناس دي كانت شغالة في وقت قديم ما كانوش يعرفوا التطور اللي احنا وصلنا له دلوقتي تاني حاجة بيقول لي ان الاتسوربت لير is homogenous across the adsorbit بيقول لي ان انا العملية بتاعت الامتزاز دي بتكون الطبقة الممتزة دايما هوموجينيوس على السطح ما فيش حتة فاضية وحتة لا دايما كلها هوموجينيوس ما فيش اتنين جزيق فوق بعض هنا وهنا واحد وهنا عشرة طبعا برضو فيما بعد هنعرف ان الكلام ده لا بس هو عشان يقدر يطبق نظريته احنا خادنا يعني e-localized و non-localized لو فاكرين في انواع الامتزاز في الشبطة رليفات فمش كل هوموجينيوس ممكن يكون هتيروجينيوس ولكن احنا بنتكلم على فروط هو حطها في وقتها قال ان no interaction between molecules that are absorbed next to one another وطبعا دي برضو حاجة بديهية في الكيميان هي مش هيكون صح هو بيقول ان انا كل جزيق امتز مش هيتفاعل مفيش حاجة تربطه مع الجزيق اللي جانبه مفيش attraction ولكن هذا غير صحيح لان كل الجزيقات هتشد بعض طبعا لان فيها شحنات موجبة وسانبة متمثلة في ال-ions او ال-brotons والالكترونس اللي موجودة رابع فورد قال لي each adsorbent has different energy sites but the adsorption energy اللي هو يقصد بها كان the heat of adsorption is same for all of them يعني بيقول لك ان انا كل مادة هنختلف عندها ال-energy بتاعت كل site بيحصل عنده الامتزاز مختلفة ولكن في النهاية محصلة الامتزاز واحدة بكلام لانج ماير خامس واخر فرض قال ان ال-absorption is reversible process انه هو عملية عكسية وفي مرحلة ما طبعا بيحصل disruption اللي هو العكس اللي احنا درسناه برضو قبل كده في الشابطة اللي فات وبيقول لي ان ال-read of adsorption depends on the fraction uncovered and pressure ان عملية الامتزاز بتاعتمد على الجزء الغير مغطى والضغط الجزء الغير مغطى والضغط دي كده جماعة الخمس فروض اللي هو حطها لانج ماير للمعادلة بتاعته خلينا نتكلم دلوقتي على ال-revision of langmeyer adsorption isotherm بنقول ان ال-langmeyer proposed that افترض ان انا في عندي gas molecule والgas molecule ده colloid اصطدم with the solid surface فبيقول لي ان شوية من الجزئات بدأت get adsorbed بعضها امتز and some of these molecules are desorbed نتيجة ان هي اتخبطت واسعبت السطح امتى اذا كانت بتتحرك طيب between ده وده بيقول لي ما بين ده وده في عمليات المفروض ان هذه العمليات تكون irreversible لو هتكلم عن كل عمليات الوحدة هي عملية ال-absorption وعملية ال-disorption يعني ايه لو هتكلم عن كل عمليات الوحدة يعني ما يحصل امتزاز هو مش هيفك الجزئات واسابة الوحدة احنا تكلمنا عن طرق مثلا زي السيرمل من ضمنها الحاجات اللي بتخلي الواحد او الجزئ يسيب المكان ويتحول ال-disorption فهنا عشان ما اطلق بطوش هوا العملية equilibrium ولا equilibrium بيحصل في عملية reversible ولا irreversible هو بيقول ان العملية reversible ان هو ممكن تمتز وانت تأصل عليها تعمل disruption لكن بيقولك ان كل عملية لوحدها itself هي عملية irreversible عملية disruption مش هتسيب الجزئات وتقوم راجع ممتزة لوحدها ولا اللي امتزة هيسيب السطح الوحدي لازم تدخل منك عشان بس ما تبقوش منغبطي وبدأ الكلام بقى ده ليهميني في الاستنتاج ان الفراكشن covered by gas molecule هنعتبر uncovered واحد ناقص سيتا uncovered واحد ناقص سيتا بحيث ان سيتا دي الجزء بقى المتغطي يبقى السطح كله مية في المية واحد صحيح ناقص سيتا وهنا اعتبر ان البي هي pressure يبقى من البداية كده لو اتطلب مني ان ان انا استنتج معادلة لانج ماير هبتدي من هنا لانا let's consider خلينا ناقص سيتا ده fraction uncovered by gas molecule الجزء الفاضي الغير مغطى والبي هو pressure ومن هنا بيقول ان rate of absorption depends on the fraction uncovered يعتمد على الجزء الغير مغطى و pressure يبقى المفروض ان الريد بيتناسب مع الضغط مضروب في المعدل او الجزء الغير مغطى هشيل علامة ريساية وخط تناسب فتظهر المعدلات اللي هي هتبدأ تظهر قصة حدراتكو دي ان انا عندي الريد اللي هو read one read one ده بيرمز للabsorption ما انساش ان انا لما اجي استنتج استنتاج زي ده في الامتحان او في الجزء السابق بتاع فريندلش لازم اذكر حيث where واكتب كل رمز فيهم عبارة عن ايه فهنا بيقول ان الار one هتساوي key one اللي هو الكونستنت بتاعنا اللي معتمد على الabsorption انا نقول الabsorption في واحد ناقص سيتا في بي دي معادل رقم واحد وبالتالي disruption هيكون ايه disruption هيكون عاكسه اولا هياخد رمز r2 هيكون عنده كونستنت k2 وهيعتمد ايه بقى على ايه بقى الجزء المتغطي اللي هو السيتا فهلاقي ان disruption depends on the fraction covered مين الفراكشن covered ده اللي هو السيتا يباخد بالي مين الكفرد ومين الانكفرد الكفرد سيتا والانكفرد one ناقص سيتا فهلاقي ان هو هنا بيساوي r2 r2 دي هتساوي k2 في سيتا بحيث ان k1 و k2 دول بنسميهم absorption و deseruption constant عند الاتزان هبتدي اكتب بقى او انا بستنتج كده بعد مصرط المعادلة 2 ات اكوليبريم هبتدي اقدر هساوي الاتنين ببعض يبع عندي k1 في واحد ناقص سيتا b equal k2 في سيتا هخلص الناحية الشمال دي هاضرب k والb اللي هم بره الاقواس فيه اللي جوه الاقواس يبع عندي k1 في واحد في b اللي هي k1 b ناقص k1 سيتا b بيساوي الطرف الناحية التانية ما فيوش حاجة تتفك k2 سيتا هخلي k1 k1 b في طرف بحيث ان انا عايزة لم اللي فيهم السيتا مع بعض عايزة لم اللي فيهم السيتا مع بعض فودي سالب k1 سيتا b دا الناحية التانية وهاخد سيتا مشترك فنوصل ان k1 b بيساوي سيتا في k2 زائد k1 b هاخد السيتا زي ما اتفقنا مشترك هيبقى عندي k1 b على k2 زائد k1 b ومن هنا من هذا الجزء هبتدي عمل ايه هضرب البصد والمقام في k2 هضرب البصد والمقام في k2 فهلاقي سيتا بتساوي k1 b في k2 على k2 ناقص زائد k1 b في برضو k2 مجرد زائد k2 طبعا لو عايز اختصارها طيارها زائدها بس فوق وتحت كاني بضرب فوق وتحت فيها ايه اللي حصل بعد كده هتلاقي مرة واحدة كده وكاتب لنا ان سيتا بتساوي b b على 1 زائد b where b equal k1 k2 الحتة دي جاية ازاي k1 على k2 دي احنا عندنا ركز معايا كده انا عندي k1 b في k2 على المقام الكبير ده تمام احنا هنفصل المعادلة لجزئين هنفصل المعادلة لجزئين ايه هم k1 b بقيتها كده عن k2 اعملوها معايا فورا عشان ما اتطوش k1 b مضروب نقطة في k2 وتحت هعمل ايه بقى هجيب k2 اللي في المقام تحت k1 b هجيب k2 اللي في المقام تحت k1 b وهجيب القوص اللي هو k2 زائد k1 b تحت k2 انا مغيرتش حاجة انا بس بقيت تنظيم المعادلة يبقى هيبقى عندي k1 b اللي هي جوا القوص دي على k2 مضروبة في k2 على k2 زائد k1 p k2 على k2 زائد k1 p لو حضرتك عايز توزع توزع القوص ده على المقامات يبقى k2 على k2 ده بواحد و k2 على k1 p تفضل زي ما هي ده اللي حصل هنا احنا هنشيل بقى كل k1 على k2 هنخليها هنسميها p small بحيث هتبقى بدل ما أنا عندي k1 p ارجع للتقسيم تاني اللي أقول لها كده خليها قدامك قبل ما تكمل معي عشان ما تدوش هلاقي ان k1 p على k2 لو انا شيلت k1 على k2 خليتها b small يبقى b small b على تحت فصلناها زي ما بنقول برضو k2 على k2 زائد k1 p k2 على k2 ده اللي هو واحد صحيح و k2 على k1 p اللي هي ال p اللي حصلت طبعا هتبقى شقل بيتها اللي هي واحد على p عشان موجودة في المقام فعشان كده اصبحت برضو p مضروبة في p وبالتالي من هنا اوصل ان شكل الثيتا بتاعتنا هو عبارة عن pp على واحد زائد p where p بتساوي k1 على k2 بيقول ان amount of gas adsorbed بتتناسب مع الثيتا ده قلناه من المرة اللي فاتت فالمفروض عندي ان x على m بتساوي ثيتا هي مش تساوي هي تناسب بالمفروض وبالتالي هلأ ان x على m بتساوي ثابت في الثيتا يبقى x على m هتساوي k3 في الثيتا ومن هنا من هنا لو حضرتك عايز تعود في معادلة ثلاثة عن طيمة الثيتا بتقدر تقول ان x على m هتساوي k3 مضروبة في الكلام اللي احنا كنا لسا يدينه فوق على الثيتا هشهيل الثيتا اخط pp بيقولي هنا لو انا اعتبرت ان k3 k3 في b لفوق لو اعتبرتها اذا كونستانت هنسميه a هشيل k3 في b لفوق ماليش دعب اللي تحت خالص هشيل k3 b لفوق وسماها a حيث a ده كونستانت عبارة عن k3 في b هتبقى المعادلة بتقول ان x على m بي ساوي a b على 1 و هنوصل من معادلة اربعة دي بعد كده للصورة اللي احنا بنقولها ان x على m هتساوي a b على 1 زائد b طيب وبعدين لو ضربت الطرفين لو ضربت الطرفين في 1 على b لو ضربت الطرف اليمين والشمال مش فوق وتحت مش بسط ومقام لا ده انا هضرب الطرف اليمين والطرف في مالش حاجة هو ضربت 1 على b يعني كان يبحط b في المقام هلاقي ان الطرف اليمين عندي بدل ما هو x على m ده يبقى x على m p ال m المفروض تحت يعني x على m p بتساوي الناحية التانية كان عندي في البسط a b لما ضرب 1 على b هتطير b بسط بتاعي أصبح a 1 1 زائد b إذن لو جيت في هذا الموضوع و عدلت المقامات زبطت دنيتك في المقامات لو شقلبت الطرف اليمين والطرف الشمال لو أنا شقلبت الطرف اليمين وتبقى مالش حاجة هتوصل فيها إن عندك p على x على m بتساوي الناحية التانية بدل ما كان a 1 هتبقى 1 على a وبدل ما اضطر في الناحية التانية زائد a على p p هتبقى p p على a اللي هي الشقلبة بتاعيتها دي عايزة هتتعمل بس براها ويكون عندنا أي ثقافة وأساسيات رياضية هتلاقيه طالق معاك سهلا يا ما فاشا أي حاجة على فكرة مجرد بس ان هو بينط شوية في الاختصار باعتبار ان القدام فاهم ولكن انا مجرد ان بعد ما طلبنا في 1 على b الطرفين ربط الطرفين في 1 على b شقلبنا الطرف اليمين وشقلبنا الطرف الشمال ما عملناش فيها أي حاجة فكرة رياضيا عادي هاي هاي هنوصل للصورة اللي قدام حضراتك b على x على m يعني مفروض تطلع فول لان مقام المقام مفروض تطلع جنب b لو انا عايز اطلعها بتساوي الناحية التانية وبرضو وزعنا ال a على الكلام ده ولكن بشكل بعد ما وزعته شقلبته مقام بدلته بدل m و d اتفقت معاكم المرة اللي فاتت لو فاكرين ان الجزء القابل اللي ساوي ده الصادي والحاجة المضروبة في المحور السيني بتبقى slope والحاجة المجموعة على المحور السيني ده بيبقى الانترسيبت او الجزء المقطوع وبالتالي من هنا لو انا برضو تقلي سواء استنتاج معادلة لانجماير او تقلي ازا يحسب ال a وال b اللي هي ممكن نديهم اسمها على طول سوابة لانجماير لانجماير constant بيانيا يبقى عارف ان انا هعمل الاستنتاج ثم اكتب ارسم الرسم البيانية بشكل كروكي كده مش محتاجين رأية الرسم بياني واقول ان الانترسيبت هنا بيعبر عن واحد على اي بينما السلوب بيعبر عن b على اي ده كده الاستنتاج الخاص بمعادلة لانجماير هنبدأ نتكلم تلوقتي على limitation لمعادلة لانجماير limitation لمعادلة لانجماير يعني ايه اللي ممكن يحصل لو انا زودت او قللت الضغط او 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 هنرجع لأني صورة اللي هنتكلم عليها عشان ما اتهوش مني هنرجع للصورة اللي قبل ما نضرب الطرفين في واحد على b كانت المعادلة a b على one زائد b قبل ما نضرب الطرفين في واحد على b بيقولي ان هزي الéquation works بتعمل كويس جدا عند low pressure لحظوا ان الكلام هلاقيه متشابه مع اللي كان حاصل مع friendlish but it can't provide an exact relationship at high pressure ما نفعتش بشكل دقيق عند الجزء العالي من الpressure وبالتالي بيقول ان langmire isocerm is applicable at low pressure but fails at high pressure فبيقول خلينا نتكلم الاول على low pressure لو انا عندي x على m بتساوي ab على 1 زائد p بي المعادلة i قدامنا دي المعادلة اللي كانت موجودة قبل ضرب الطرفين في واحد على b فبيقول عندي low pressure هلاقي ان b small في بي كتل اللي هو السابت مضروف في الضغط ده بيكون اقل بكتير جدا من الواحد الصحيح وبالتالي تقدر في معادلة لينجماير تهمل البي بي امتى اذا كنت بتتكلم على low pressure فتصبح المعادلة بتاعتك x على m بتساوي او بتتناسب مع البي لي x على m بتتناسب مع البي ليه x على m اللي موجود في المقام هتبقى المعادلة بتقولك ان x على m بتساوي a في b على 1 انسى الواحد اللي تحت هي بتساوي a في b يساوي والa اقدر اشيلهم وحط على الم التناسب لان ال a ده constant يبقى x على m بتتناسب مع ال b طيب عند ال high pressure عند ال high pressure هلاقي ان b b اكبر بكتير من الواحد الصحيح فهنهمل هنا الواحد الصحيح فتصبح المحاضلة x على m بتساوي a على b x على m بتساوي a على b وهلاقي ان هي هتبدأ تتناسب مع مين بقى راحز هنا ان x على m بتساوي a على b ليه انت شيلت الواحد فال b وال b اللي هو الضغط طار فلا ما تبقاش غير السوابط ومن هنا هلاقي ان x على m بتتناسب مع بدل a وال b هنحط p note اللي هي مين p note اللي احنا لو رجعنا لمخاضرة المغرافات هنلاقي كان اسمها saturation pressure اللي هي السطح كله تغطى وبقى الضغط بش مأثر لو انت مذاكر الجزء اللي فات كويس هتلاقي ان يعتبر اللي حصل في friendlish حصل هنا المعادلة تطبقت على low pressure من فعش تطبق على high وما ننسب معادلة friendlish او معادلة langmeyer الى الجزء ال high pressure شلنا الضغط وتعاملنا بالsaturation pressure اللي هو p note او كنا مسمي p s يبقى هنا برضو عليها x على m بتتناسب مع p note من ضمن limitation او القيود احنا دلوقتي بنكلم عليها القيود بتبقى الشبه القيود دي مشابهة ان انت تتكلم عليها disadvantages او عيوب حصل ان هو اول عيب هنتكلم عليه ان هي المعادلة تطبقت عند low pressure بس واقول الجزئين دول اللي هو لو p p ازغر من واحد في low وفي high ان هي اكبر من واحد يعني لو تسألت disadvantages او limitation بتاعت langmeyer الاثنين واحد هبتدي اول حاجة ان هي تطبقت عند low pressure بس واقول ثلاثة عيوب التانية جمل ايه هما ان هي describe only the formation of the monolayer وصفت بس طبقة المونولayer ما اتكلمتش ان هو adsorption اكتر من كده يعني هي المعادلة ما اتطبقتش غير على low وكمان ما اتطبقتش غير على وجود adsorption طبقة واحدة فقط ثالت حاجة the effect of temperature on adsorption is not considered هنا ما اعتبرش خالص ما دخلش في كلام temperature لاحظوا ان احنا في friendlish كان عندنا مشكلة ان السوابط بتاعت friendlish كانت معتمدة بتتغير مع تغير درجة الحرارة فكانت المعادلة غير دقيقة هنا لانج ما يركبر دماغه بقى خالص ما دخلش temperature اصلا في الكلام وطبعا هي لها تأثير رابع عيب بيقول ان relation between the heat of adsorption and surface area is not explained here هنا برضو ما اعتبرش ان انا في عندي علاقة ما بين surface area وما بين the heat of adsorption هو دخل رزع كده على طول ان انا في عندي جزء مش متغطي كذا كذا طب الجزء مش متغطي ده مسحته قد ايه والمتغطي مسحته قد ايه لازم نكون عارف surface area متاع ال adsorbent قد ايه لان بناء عليها بيحصل adsorption وبيحصل heat of adsorption اللي بتنطلق لما بيحصل انتصاز او امتزاز دي احد الجزئات هو نسي ده تماما تجاهل ده تماما نجليجد ده تماما يبقى من ضمن العيوب بتاعته ببساطة خالص عيوبه كده مرة تانية ان هي اطبقت عند low pressure بس واسكر المعادلتين عند اللي حصل ايه وعند هاي حصل ايه بعد كده بنقول ان هو اشتغل ان هي monolier بس او the effect of temperature of adsorption is not considered شوف الاسهل بالنسبة لك واقوله رابح حاجة انا هو اعمال برضو neglect relation between heat of adsorption and surface area دي العيوب او الليميتيشن اللي قبلت لانج ماير او معادلة لانج ماير ولكن طبعا هي حتى هزي اللقظة بتطبق في اماكن كتير لانا احتس من فرينلش بكتير السنتاج بتاح على فكرة سهل سهل عشانا متأكد ان هلاقي في كوق ناس اللي هبطت فيه ارجع لها بس بهدوء كده واسيبك من الكلام اللي قدامك حاول انت تعملها براها لما بقولك اضرب في كذا اضرب انت واحد واحد بهدوء هتلاقي ها تطلع معاك وهتلاقي الدنيا سهلا هنبدأ في الجزء اللي جاي نتكلم على B-E-T ودي احدث معادلة وهنتكلم عنها في الجزء اللي جاي شوفكم على خير واللي عنده اي اسئلة يتفضل يعلق في الكومنت اشتركوا في القناة